رابطة للخمسة متاع العشرية. ما زلنا نحكيه على سلوك التونسي عند السياقات. كلمونا على ثمين وسبعين ثلاثمين وثمانية وعشرين. خمسمية ولا تخليوا لي كومنتير متاعكم. عالباش فيسبوك آآ راديو ميد تونيزي. يحضر معنا سيوسام المبروك المكلب العلام بالمرسل الوطني لسلامة المورو بيوزارة الداخلية. والتحق بنا سي فرحات المناعي رئيس المكتب الجهوي لجمعية فرحة ابن عروس. مرحبا سي فرحات. اهلا وسهلا. مرحبا دونك. بش نحكيه على آآ فئة موجودة معنا في حياتنا اليومية في الكياسات اللي هي المكفوفين وموضوع مهم مبرشة وقتين نحكيه على سلامة مورية. ماذا بينا زادا نحكيه على الناس ذوما اللي آآ نعطيوهم حقهم ديجا. آآ وسامة هات خل نبدأ معك بل ما نحكي مع سي فرحات. آآ جيتنا منسوسة كنت في جلسات آآ تنسيقية بنسبة اليوم العالمي للعصاء البيضاء. حكينا على جلسات آآ جلسات هذه. احنا ان شاء الله بشي ينتظم اليوم العالمي لعصاء البيضاء. يوم خمسة اكتوبر من كل سنة. العصاء البيضاء ترمز على الكفيف. العصاء البيضاء يلزم الكفيف يحملها بشي يعرفوا المواطنين اللي آآ يشوفوا انه يعرفوا لي هو كفيف. وان بليوس تمكن الكفيف من الاستقلالية تامة هي موجودة من عام ٢٨١١ لك فما قانون بتاع العصاء البيضاء اصدر في الرائد الرسمي بجمهورية تنسية من عام ٦٨. القانون هذا احنا نحاولوا بش نعاودوا نفعلوا خطر اليوم برشا مكفوفين مهمش يستعملوا في العصاء البيضاء ويخافوا برشا مكفوفين خلينا نقولوا قاعدين في ديارهم خايفين من السرعة المفرطة خايفين من العفور احنا بش نشجعوا على حمل العصاء البيضاء هذه من قبل المكفوفين كنا في اجتماعات مع الجهات المعنية في سوسا مع سيد مؤتمد معناها السوسا المدينة مع سي معنى معنى بتاع اليونس كلوب سي الشلي الاسعد الشلي على اساس انه النظموا اليوم العالمي بسوسا وبش يكون فما خيم توعوية بتعاون مع المجلس المحلي الامن بش يكون فما عروض للعصاء الذكية اه فما مداخلات بش تكون فما خيمة كبيرة اه معناها على مئة المترو للقيام بمداخلات اه في هذا المجال وايضا بش يكون فما عمليات بيضاء سيوان الحماية المدنية اه سيوان المكفوفين زادا بش نعملوا الجولة في اه الريبات اه متع سوسا معاهم القييد وبش يفسروا التاريخ متع تونس واكيد معناها نحبو نوعيو الناس هو المجال التواوي الكافيف يستحق العناية الكافية الكافيف حتى كيتمدلو يشرب يزمك تقولو شنو يشرب الكافيف فما دي تكنيك متاع يزمك تشدو من المرفق اليمين متاعو كي يبدأ كبير كي يبدأ تفول صغير وكافيف تشدو من المعصم متاعو يزمك تشاورو قبل يا هندراء كي يجيب الشوق الكياس تقولو بش تشوق ولا لا خاطر يناجم يكون يستنى في تاكسي اتا بعد دي كي يحكيركم اه السفرات المشاكل مع تاكسيات بالنسبة المكفوفين كيف كي يزيد طالع في الدروس جيز مك تقولو رك طالع كي يجي هابط رك هابط معناها ذي في الاكمبانيومون ماذا بينا الناس كل تكون ويعية بالشي اذي. واضح. اه سفرات اه العصاء البيضاء اليوم العالمي للعصاء البيضاء اكيد يرمز اللي اه عديد السلوكيات يرمز الى حياة يومية عيشها المكفوف خلنحكي معك على اه المكفوفين في الف الشارع كيفاش تشوف وضعيتهم. والسفرات كفيف معنا هو يعيش في التجربة. يعيش في التجربة الحمناحكي على التجربة والاشخصية والاكيد التجربة متاعه وتناجم تكون تجارب المكفوفين بالسفر عامة اللي يسلموا عليهم اللي يسمعوا فينا وانحييهم. شكرا 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 الفرصة هذه باش نحكيه على مشاغلنا ومشاكلنا بالنسبة للحياة اليومية بتاعنا وتجولنا في الطرقات احنا فرحات المناعي لهي بالاتحاد بالمكتب الجاهوي جمعية فرحة المكهوفين المصنين وتقريبا عندي في في الجمعيات ثلاثين سنة تقريب يعني في في ميدان المكهوفين احنا نتلقاه صعوبات كبيرة بالنسبة للكفيف بالنسبة للمادات والطرقات العصال البيضاء ما يحترموهاش بشا سواق ما يحترموش العصال البيضاء يعني تهز العصال وتشوق الطريق تقعد سيرتوه هستنى عنا المدارس في بير القصعة زوز مدارس اتوروت قدامهم يعني مستحيل بشي نجم واحد يقفلك وهذه دي ما نتكلم عليها وهذا شغل من الشغل ثم قانترا قانترا ما تفيش بالحاجة قانترا عالية برشا ودجا عمناه صارنا حذر مرور وعنها توه دجا باراليزيز سيد هذا تفل هذية مكفيف قصد طريق ذربته سيارة وتوه هاكم معناها في دار ومعناها وعمره عشرين سناء يعني تعرض الحذر خطير جدا فعليش ما تطلوشوك القانترا سيبها القانترا عالية من نجموش نطلع فيه هنخاف خطر عالية برشا وبعيدة شوية على المخصفين تماش مرافقين؟ مرافقين لا ما تماش كونش يعطيك مرافق مرافق يكونش يحد يجيك يعرض عليك خدمته وفي الطريق فماش كون يجيك مثلا كيشوفك انت في الشارع ما عندكش العصال بيضاع يعاونك في الكياس؟ لا مراش عندك عصام ثماش ما ييدل خطر عالاش يجزل الجمية العصال البيضاعي انا انا فريد بسيفتي معناها في مكتب جهة وجامعي الفرحة وشدلتي احد المكوفين كل ما يجيني كفيف نقوله بلاش عصام نقوله ينوفر له عصام كل مرة جاي ما تجينيش بلاش عصام ما تخرش خطر ذيك تحميه والسايق ما يعرفش ما يفرقش بين انسان يعني هو يشوف ولا ما يشوفش يعني كالعصال بيضاع بلش ما ما يحترموهاش وخاصة التاكسيات التاكسيات انا يومين بحكم اني نتنقل المؤسسات ونتنقل الادارات باش نخدم الملفات انتعى المكوفين نسحق التاكسي التاكسيات ما يقفلكش عليش ولك بدعوة وانو الكفيف ما يعرفش روحه وين وين مش يوجه البلاسة اللي مشي لها ما يعرفاش ولا حكاية اخرى يقول لك ما ما يخلصش ثم مكوفين يطلع معاي يقول لي انا ما عنديش معناها ونقلت له وراينا نوعي انا من ناحيتي كل مرة نقول له يا ولدي الكفيف روحه كما يطلع في تاكسيات روحه بفلوسه جي حالة معناها في بعض قدام ايش مشكلة ثم تسير لك حتى مع المواطن العادي ناجم تسير لك ما تنسحبش علينا احنا احنا خطر في حاجة لك التاكسيات ذيك في حاجة شكون يساعدنا. واضح. اه وتصرف ولا اه معنا تعالى عباد في الكتاب لما ثم بش تقصط طريق كتاب بش تطلع في الترانسبورت تلقى اه تلقى عباد يتعاون تخلي البلاسة مثلا للمكفوف. ثم ثم وثم. ثم شكون يقف خليك بلاسة وثم اللي ما يقفش. وثم اللي يصرف معاك معناه ناجم سبونطاني يشدك من بلاسة معناه يشدك من يدك وصاعاتي يوقف لك الحركة متاعك يهزك يعلق يدك الفوق. اه. ما يخليكش حتى باش ناجم تنمشي. هو يحب يعاول. هو سبونطاني. اه. يعني بصفة تلقائية باش يعاولك. لكن هذك هو ما ينجمش. معناه تحاول انت باش تقوله هبط يدك شوية شدني من يدي عادي. وهبطني معناها راني نمشي الناجم نهبط في الدروش. الناجم نعرفهم. الناجم معناها عادي يعني تنقل عادي. انتي توريني بركة من هو طلب مساعدتي. بش يساعدني. اه. انا ما نرفلش مساعدة متاعب. وان كان انا قادر عليك باش نمشي لك البلاسة هذيك. ما فيها بس. يعني هو طلب مساعدتي. رغم اللي برشة السفرات يرفضوا المساعدة. ثم. ثم. ثم وانا ضد هديما هذي نوعي فيهم الوخيان ونعرفهم بعض منهم نعرفهم. اه. ونوعيهم. وعليش يرفضوا لان هم اتعرضوا لبعض المشاكل اللي نوع من البركاجات. واحد يشده من يده ويدخل يده. اه بالخوف معنات. اه بالخوف. اه. اي بالخوف. اه. اقول لك اخويا فكها لي. اه. خطر تعرضوا ويحكيوا لبعضهم. انا ثم شكونا حاولوا تليفونه في تونس العاصمة في برشلونة. وثم رشكونا حاولوا تليفونه وفلوسه في سوسا. اه. طب هو دي جاه رئيس جمعية هاو يا مونك رئيس مع فيها. اه. فهمتني. نحاولوا فلوسه ومعناها وتليفونه يسوى مليون ونصف معناها. اه. نحاولوا براكه هو براكه هو براكه هو هابتل تونس ما ثلاثة ومعطا هو على اساس باش يعاون ومعذي كي يتصيروا لبركاج. اجيه باش يعاون على اساس باش يعاون. نحالوا الساك. واش باع؟ قالوا يجي ان نشد الساك ونحالوا فلوسه وتليفون. واضح. شنوه مسيو سيمال هنا خلنا نرجع لك. اه. شنوه لازم معنتها انه اليوم معطا الدولة والهياكل الدولة والمجتمع المدني باش انه يرسخ لقفت انكم نعاونوا المكفوف اللي لازم نعطيه احقه زيادة في الكياس. احنا نحكيه على السلوك التونسي اللي في الكياس. ومن اهم السلوكيات انه كيفاش يعاون المكفوفي. وما اكثر فئة مظلومة خلينا نقوله في الكياس هي المكفوفي خدر بعد العقل جلعي. احنا بالنسبة لنا نحنا بدينا نخدمه من منذ السنة الفارتة على الموضوع هذا خاصة انه اخر تقرير منظمة الساحة العالمية يقول فهمها اربعين الف كافيف في تونس. اه. الوخ. قاعدنا كافيف شو معناها كافيف معناها يعني ما يشوفش جملة وإلا مالفويون. اه. ما يشوفش بالكداية حصلوا فهمها نسبة معينة اه. اه. يقيصوها لطباء ذوكم يعرفوها. اه. بتباية الحال قاعدنا نقوموا بوامضة تحسيسية وكننا عملنا وامضة تحسيسية اه في مدرسة اه نور للمكفوفين في بير القصعة. اه. الاربع صغيرات حاولوا وصلوا المساج هما. وتم عرضها على مواقع تواصل الاجتماعي. قمنا بحملات توعوية اه زادة على مستوى وسائل علام وانا تواجه انا نحكي وعليه الموضوع. ان شاء الله اليوم العالمي العاصر البيضاء. احنا بش نبدأو بالحملة التوعوية. مش راول هدف متاعنا اننا بش نعلنو اليوم العالمي العاصر البيضاء ولا بش نحكيوه على يوم العالمي. ولا تاريخ العاصر البيضاء. ولا تاريخ العاصر. لكن حبو نعرفو المواطن تونسي كيفاش يتصرف مع الكفيفة اليوم. فما راو اكمبانيو ما يسمى بالمرافقة. اللي بارش عباد متاعرش كيفاش ترافق الكفيفة. راو الكفيفة يحب معناها معناها تكنيك ما وكيفاش تشدو من يديه يزمك تشدو من يديه اليمين وهو يدخل يديه معناها اه في يدك اليمين وهو مش تعاليها الفوق مش تعاليها الفوق ولا تشدو من جنب ولا اخاترك يجي فما شكون مكفوفين شدو من جنب وقولك هاذا يحب يسرقني ولا يزم مواطن تونسي يزم يعرف مواطن تونسي الكفيفة يبدأ هز العاصر البيضاء الفوق معناها راو بش يشق الكيس هذه يزم تدخل زيدة في العقلية متاع توينسا. اذا تلقاوا عاصر بيضاء هززها الكفيف الفوق وهو راو بشق الكيس ماذا بينا نحترموه اليوم حتى مترجلين بلاش عاصر بيضاء ما يحتربوهم اشتوهم صغار اليوم احنا نحكيه والاولوية المترجل لكن فما بعض العديد من الحالات مالاش نشوفه في الاولوية المترجلين. اه. تلقى عشرة وعشرين كرابة تتعدى باش يتعدى المترجل. هذا ما يعنيش اللي يزد العديد من الطرقات اللي تفقد تفتقد الى الاشارات والمرور بالنسبة للمكفوفين. احنا كهيكل دولة قادين نقوموا بواجبنا لكن هذا ما يكفيش زاد يزم تكاتف متاع مجتمع المدني. تكاتف متاع الجمعيات اللي يزمها اليوم معناها تعتني بالكفيف خطرة هو ما يشوف في حتى شي. هو يقدر المسافة بينه وبين السيارة عن طريق السمع متاعه. وإلا بينه وبين الدرجة نريع ما يشوفش. الوغ يقدرها بالسمع متاعه. اذاك عليش تنجم تصير حوادث مرورية بالنسبة للمكفوفين. وصارت العديد من الحوادث خالينا نقولو خاصة خلال نعرفو حتى زوس جايوا خارجين معناها من الساد وتم معناها الاسردان بيهم معناها من قبل السيارة. فمن هذي اشكاليات الكفيف معناها رو يشرفوا فينا خالينا نقولو ذوي الاعاقة بسيب عامة يشرفوا فينا في المحافل الدولية والاقليمية ويعرفوا في الرأي الوطنية خاصة في الرياضة. رو برشة مكفوفين معناها انا اتفاجأت سنة فارتك يمشينا لبير القصعة وشفت اللي المكفوفين عندهم معناها ياسفوا مكفوفين يقوموا بالمسرحيات عندهم كرة المتاع مكفوفين عندهم تاقات كان نعرفو كيفاش نستغلوهم وندمجوهم في المجتمع التنولي ومعناها نمشي للافضل ان شاء الله. فما مساج من عند خلنا اقرأ لك الكومنتار اه احكيونا على العباد اللي يسوقوا في الكراهب وشدين التاليفونات اه اعطينا شمية نصاح العباد ياسموا فينا. الهاتف في الجواء اخر من ردة الفعل بثلاثة ثوانية هذي علميا. فعليش? خطر. اه عقليا يشغل الفكر. جسديا يشغل يد. اه سمعيا يلهي بالنغامات والصوت وباصاريا. اللي هي اهم حاجة. اللي هي اهم حاجة اليوم نشوفه. عين في الخياس وعين في التاليفون. نشوفه في جراكت ونشوفه في جام ونشوفه في الكيت بكري. اش مواتنا حكيت على الكيت. الكيت احنا لاحظنا وعايننا وعنا فيديوه مسور. فما الشخص معناها يسوق في مطور معناه وحات الكيت سمي كامل يزمر عليه مساموش. معناه عنا الفيديو موثقة. فما حاجات ما نجموش نهبطوها في مواقع تواصل الاجتماعي. لكن هذي مخترة معناه تبدي صفر موطور. معناه الكيت رو مختر يلهيك ويشوشلك الفكر متاعك. ماذا بينا الناس كل تحترم. الهاتف الجوال كي تبدأ تكتف فيه مساج يأخر من ردة الفعل بخمسة ثوانية. معناها شقي التيران متاع كورة بالطول. خلينا نحكيه بلغة القرى. لو الهاتف الجوال رو ممنوع ويعاقب عليه المشرعة تونسي ستين دينار اختيار رغم لي مع ناش. دي ما نرجوه وسائل الالكترونية الكافية. هنا التفلاشي اي واحد معناه يستعمل في الهاتف الجوال ولا ما هوش لابس حزام الامان. اكيد يلزق احنا نعاولو على تفاهم المواطنين ماذا بينا الهاتف الجوال. معناها نتخليو عليه قلو لا تتصل حتى تصل وان شاء الله ربي يحفظ الناس كلنا. ان شاء الله. النصيح تكتاول العباد اللي ياسموا فينا. ستقول العباد اللي قاعدين تاوا يسوقوا في كرافو. نعرفوا برشا رمتاوا خارجين من الخدمة بتاعهم برشا يتشكوا من السيركولاسيون وكتا شنج ويحاب يوصل في سعة للدار وعندوا سيارات متاعه ولازم زيدها يخلط عليهم. شنو تقول لهم السيركولاسيون صرتوا السيركولاسيون. انا نقول المواطنين شد سير خط سير معين. عليه شدوا بالعالمين وعلي ساروا. كن شدوا الناس كل خط سير معين تنوصلوا الناس كل. كيف كيف السيركولاسيون شوفوها في الصباح زيدة بكري. يا سيدي قوم قبل بنص ساعة اذا بش توصل صغيرك. امشي معناه في راحتك في عقلك. وقولوا مواطنين زيدي كيف كيف ليل السرعة المفرد. ديما نحكيوه على السرعة خاطر هي تتسبب في اكبر عدد من القتلى والجرح. السرعة ري ما توصلكش. معناه في الوقت المواطنين تونسي اليوم يناجي بالردع. وكان يشدوا. حبي يسبق عطل الوقت. يسبق الوقت. احنا رينا في عهد السرعة ما مش السرعة في الكيسات. انا نقولوا السيارة ديكا ري اداة خير مش اداة قتل. ربي يحفظ الناس وكل نلبسوه حزام الامان. ما نستعملوش لهاتف الجوال. راي حماية ليكنتي قبل ما تكون معناه قبل ما نخموه في الخطايا والفلوس ونحكيوه وهم فماش ردع. احمي روح انتي كمواطن ومدي ديك. وقوم معنا بسلوكية ايجابية واحترم اشارات وقواعد المرور الموجودة في مختلفة طرقات لتنوصل الناس كل لبس. ربي يحفظ الناس كل وطريق السلام على ناس كل. وطريق السلامة للجميع العبادة اللي اللي يسمعوا فينا اه بتباعة. شكرا لك اه سي فرحات الملناعي. بارك الله فيك على حضورك اه معنا رئيس المكتب الجاهوي لجماعة فرحة ببن عروز. شكرا لكم السلام المبروك. شكرا للمرصد الوطني اللي سلامت المرور بوزارة الداخلية. شكرا لكم انتم اللي قادتم معنا. وديما تسمونا بتباعة على اللي فريقونس بتاعنا سون كات بوان كاتور منتخز بون سانك و سون بون زرو. كل عادة تنجموا تتابعونا على الباش فيسبوك. آآ راديو ميت تونيزي اغورا. آآ وفيت بالنسبة لليوم وشوي اخر عندكم موعد مع آآ ترانكيلة. كيب ترانكيلة بتباعة من الخمسة حتى للثمانية. رجالكم ان شاء الله نهارة الخميس في مواضيع جديدة. مواضيع آآ مختلفة. على آآ راديو ميت. نسلام برشا على حبيب. كان معي في الاخراج. مروى في التصوير جميلة. كانت معي في التنسيق. آآ في الامان النساء.